الفعل الماضي مسند إلى المخاطب أو المخاطبة كنا قد تبيننا الفعل الماضي وعلامات إعرابه وطريقة تصريفه مع ظمائر المتكلم في الدرس الفارت ولذلك سننتقل مباشرة إلى تصريف الفعل الماضي مع ظمير المخاطب والمخاطبة دون تعريف مفصل للفعل الماضي لكن سنتساءل عن ظمائر الخطاب فما هي ظمائر الخطاب أو المخاطبة؟ ظمائر الخطاب أو المخاطبة تحل محل الأسماء في اللغة العربية وهي كالآتي أنت أنت أنتما أنتما أنتم أنتن وتستعمل أنت للمفرد المذكر مثال ذلك أنت ولد ذكي أنت للمفردة المؤنسة مثال ذلك أنت بنت ذكية أنتما للمثنى المذكر مثال ذلك أنتما ولدان ذكيان أنتما للمثنى المؤنس مثال ذلك أنتما بنتان ذكيتان أنتم للجمع المذكر مثال ذلك أنتم أولاد أذكياء أنتن للجمع المؤنس مثال ذلك أنتن بنات ذكيات أو أذكياء لا يهمنا في هذا الدرس جميع ذمائر الخطاب بل ما يهمنا هو ضمير المخاطب وضمير المخاطبة أنت وأنت وهو ما سيبنى عليه درسنا هذا التمرين الأول صرف الأفعال التالية مع أنت وأنتي شرب أكل بكى ساعد الإجابة أنت شربت أنت شربتي أنت أكلت أنت أكلتي أنت بكيت أنت أنت ساعدت أنت ساعدت أنت ساعدت التمرين الثاني أربط الجمل بما يناسبها لمحنا باخرة تعبر القناة جمعت صوراً لحيوانات لاحمة علقت مشهداً رائعاً في بيتك فضلنا مغادرة المدينة الملوثة أنت أحببت العيش في الريف أنت أنا نحن أنت الإجابة لمحنا باخرة تعبر القناة نحن جمعت صوراً لحيوانات لاحمة أنت علقت مشهداً رائعاً في بيتك أنت فضلنا مغادرة المدينة الملوثة نحن أحببت العيش في الريف أنا التمرين الثالث أقمل الفراغات بما يناسب مستعملاً أنت أو أنت ثم أكتب الأفعال الآتية في صيغة الماضي جمعاً رسماً بحثاً التقطاً أخذاً عاد التلاميذ من رحلة استطلاعية إلى بحيرة إشكلة فذكرهم المعلم قائلاً جميعاً يا بشرة معلومات عن النباتات و يا أحمد فقد مشهداً بريشتك و يا خالد عن أسماء الطيور في الموسوعة العلمية و يا أميمة صوراً و يا هيثم عينات من الأزهار البرية وبكل ما تحصلتم عليه سنكون مجلة حائطية لمدرستنا الإجابة عاد التلاميذ من رحلة استطلاعية إلى بحيرة إشكلة فذكرهم المعلم قائلاً أنت يا بشرة جمعت معلومات عن النباتات وأنت يا أحمد فقد رسمت مشهداً بريشتك وأنت يا خالد بحثت عن أسماء الطيور في الموسوعة العلمية وأنت يا أميمة التقطت صوراً وأنت يا هيثم أخثت عينات من الأزهار البرية وبكل ما تحصلتم عليه سنكون مجلة حائطية لمدرستنا